نقابات عمالية ناشطات حقوقية ومتضامنات من مختلف دول العالم قدمنا لمخيمات اللاجئين الصحراويين للوقوف مع الشعب الصحراوي والمطالبة بمنحه حق تقرير المصير الاتحاد النقابي الفرنسي انتقد السياسة الفرنسية وتواطئها المفضوح مع نظام المخزن من المهم جدا أن نتواجد هنا اليوم خلال الأيام الماضية لمساندة القضية الصحراوية بقدر ما نساند القضية الفلسطينية وندافع على حق الشعوب في تقرير مصيرها وضرورة تطبيق القرارات الدولية التي ضربت عرض الحائط لمدة سنوات لسيما من قبل الدولة الفرنسية بحيث شكك الرئيس ماكرون خلال الصائفة الماضية في مصداقية القانون الدولي من خلال إبرام اتفاقيات مع المغرب بخدمة لمصالح هذا البلد في الصحراء الغربية وبالتالي نندد بهذا الوضع ونؤكد مجددا بهذه المناسبة تضامننا ودعمنا المستمر للعمال والعاملات خاصة في الصحراء الغربية وكذلك قضية الصحراء الغربية العادلة التي تضمن كرامة الشعب الصحراوي وحقه في الحرية من إسبانيا والأرجنتين رفعت ناشطات حقوقيات صوتهن عاليا للدفاع عن الصحراويين واستنكار الاعتداءات المغربية بالأراضي الصحراوية جئنا إلى هنا بالشعار الكفاح من أجل تحرير الشعوب كنا دائما نواقفين مع قضية الشعب الصحراوي لقد جئنا لتسديد جزء من الدين الذي هو على عاتق الحكومة الإسبانية نحن لسنا فخورين بقرارات حكومتنا مع المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي سنحاول إعطاء صورة معاكسة وسنكافح من أجل استقلال الشعب الصحراوي أنا جد معجبة بكفاح الشعب الصحراوي وصموده جئت هنا لأتعلم منه الصمود وأكتسب منه خبرة أكبر أنا أناهض معاملة الغرب في الأراضي المحتلة وسأكافح ضد هذا القمع وهذه العنصرية الموجودة في الأراضي المحتلة المرأة الصحراوية لازلت تضرب مثلا في مختلف المناسبات كيف تناهض وتكافح من أجل قضية بلدها ودعم مؤسساته كونها مرأة فخورة في ثورتها وفي شعبها وفي بلدها هي أيضا تضيف يوميا عملها الدؤوب الحجر الأساسي منها كل مؤسسة عديد القطاعات التي ثبتت فيهم المرأة الصحراوية وجودها سواء في تسيير المؤسسات التي تعتبر أرضية مناسبة إن شاء الله استكمال سيادة الشعب الصحراوي هي إذن جهود تبذل من مختلف الناشطين والمتضامنين عبر العالم لدعم الشعب الصحراوي المتهد وزيادة الضغط على الهيئات الأممية لإنصاف الصحراويين عن طريق العودة للشرعية الدولية